طيب أسألك على بيتسو موسيماني بدأ إن هذا الحلقة بين الرأيين رأي يقول لك لا بيتسو موسيماني عنده نجاحات وعنده إنجازات فيكمل مع النادي الأهلي في رأي تاني يقول لك لا بيتسو موسيماني الأداء اللي بيقدموا الأهلي في الفترة الأخيرة ما يقولكش بالنادي الأهلي فخلاص كده فترته كويسة والتاريخ ده نقدره ونحترمه بس يمشي أنت معاني الرأي هذا رأي إنه لازم يمشي لازم يمشي لأنه أنا أقولت لك من فترة كنتماكينا أقولت لك هو مش مقنع يعني في فرق إن أنت بتكسب ومقنع وبتكسب والناس عندها لا يعني فيما تشك كثيرا أنت بتلعبها الناس مش واسقة مش واسقة أن أنت ممكن تكسب فأعتقد وهو كمان أنا أعتقد الشخصي أو إحساسي إن الموسيماني بدأ يوصل مراحلات الغرور حتى في كلامه وفي طريقته بدأ يوصل مراحلات الغرور إن أنا كسبت البطولات وإن أنا بجيب بطولات فأنا شايف إن التغيير لأن الناس مش مش هتستحمل تاني أي إخفاق يعني يا البطولة كانت سهلة بالنسبة لك محدش هستحمل أي إخفاق تاني سواء قصرت دوري سواء قصرت كاس فأعتقد إنه هو يبقى يعني ممكن على نهاية الموسيم أو في تغيير نهاية الموسيم ولا دلوقتي أعتقد لا مش دلوقتي الباني يطلع نادي الأهلي الدعم المرح كان طلع بعض من بعض الصحفيين إن فيه اجتماع عصف من لجنة الكرة في الأهلي مع بيت سمو ثماني وبعد كده نادي الأهلي طلع بان ونفى بالليل قال لك ما فيش أي حاجة خلص وكل الدعم للجازر فأعتقد يعني مش وقت تغير دلوقتي إنت عندك لسه مسابقات دوري وإنت ماشي في الدوري كويس يعني إنت لو كسبت الموتشب بتاعتك تبقى أول دوري بس إنت مع آخر الدوري هتكون دخلت أفراك تاني ودخلت جيب تاني يعني ما أصد أنا طبعا مش بقول إن الموسيماني يمشي دلوقتي بس موسيماني ممكن يخسر دوري وارد فيقال تغير دلوقتي وتبني على السنين اللي جاية ولا تستنى لما الموسيم يخلص ويجيب واحد تاني بس يعني يعني أعتقد إن إدارة الأهلي ببقى صعب قوي التغيير في وسط الموسيم ما اللي لف أديق الحدود يعني ما تكون الموضوع كبير قوي لكن هو الراجل بالنسبة له هو قصر بطولة من 3-4 بطولات دخلهم السنة دي هو لسه عامل إنجاز في اليابان وقت تالت آه فأنت شايف إنه يمشي بس يمشي آخر المس آه لأنه هو مفيش حاجة مستهلة إنه يمشي الوقتي مش 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 حاجة إرجنت أو إن أنا مشي الوقتي آه خصر بطولة وننزع لنا بس دينيا ماشية أنا ماشي في الدورة كويس لكن أعتقد لو فيه أي إخفاق تاني في أي بطولة هيمشي طب أسألك شويل كان معي دكتور طاق اسماعيل مبارح كابتنك كبير طبعا قال لي لو كمل وحصل أي مباراة خصارة في الدورة ولا تعادل هتلاقي الناس مبقيتش مستحملة وممكن يمشي فما تأخذ الكرار دلوقتي وخلاص هو كابتن أنت أسميه كراره إنه يمشي حالا وقال لك إنه لو استمر أي ناس يبدل ملكي زاله أي تعادل أي خصارة هيقول لك يمشي ماشي مع أبرد أنا كجماهير كأدرة نادي أهلي جماهير مش هديري النادي أنا عندي لجنة كورة ولجنة كورة فيها ناس يعني أسات ذاتنا في الكورة طبعا كابتن ماصن صالح وكابتن زكريا الناصف وكابتن خطيب نفسه وحسوم غالي طبعا بيبقوا عارفين طبعا إمتى الوقت اللي ناخد فيه القرار ده ده قرار صعب جدا أنا ماشي مدير فني لأنا ما عرفش اللي جاية ده بعمل إزاي أو أنت هتماشي مدير فني عمل تاريخ في فترة قصيرة جدا وأنا ما عرفش اللي جاية ده هيعمل إيه مع اللي جاية ده لو قصر هيحصل إيه مشكلة ماشي عاود أماشي في الناس فالقرار طبعا بمدروس فأقول لك هي لازم تبقى الموضوع بقى فيه إخفاقات يعني أنا مثلا خسرت أفريقيا وخسرت دوري لا يبقى عبس أنا الكيميا بتاعتي مش ماشي مع الفرق ده وقتي فغير لكن هو لو حد دلوقتي هو لو كسب المتشاط هو الراجل ماشي كويس المشكلة بطولة خسرتها وفوجة نظر الناس إن هي الأحداث ما قبل المباراة إن تخلي الأهل يخسر برضو المتشا عندهم وعلى معابهم